إذن نكمل معاكم تصميم الصفحة الخاصة في إضافة مستخدم نكمل الصلاحيات وجزئيات الصلاحيات في جزء الأساس إحنا ذكرنا أنه لدينا بعض الصلاحيات المتعلقة في القراءة والكتابة كالإضافة الحذف التعديل هناك أزرار أخرى طبعا بالفعل أيضا هي متجذرة في جزئية القراءة والكتابة والإضافة وما لذلك لكن احنا نضيفها في حينها وليس الآن يعني ما نقدر أن نضيف الصلاحيات دفعة واحدة الصلاحيات تضاف على مراحل فمبدئيا الآن بالنسبة للصفحات المعروفة أنه الصفحة الرئيسية ثم على ذلك سلم الرواتب ثم على ذلك لديك الموظفين ولديك مثلا صفحة المستخدمين وخلينا بدنا أخذ أكثر من جزء بهذا الشكل طبعا نزل الأسفل يمكن أنه تأخذ على هذه الفلو لاء تذهب على الـ Auto Scroll وتعمل له Enable حتى يبدأ يعمل لك Auto Scroll ممتاز هنا نأخذ أيضا بهذا الشكل لدينا إذن المستخدمين ثم مع ذلك لديك أيش لديك مثلا التقارير كانت لدينا في الجزء الأساس إذن تنزل منها الأسفل التقارير ثم بعد ذلك لديك الإعدادات حول النظام ثم المساعدة وصفحات أخرى نبدأ نضيفها في التسلسل الآن طبعا هذه الصلاحيات نستطيع أنه نذهب على الجزئية الخاصة فيها ومثلا نقوم بتغيير Fork Color ليكون عندك في اللون الأحمر بهذا الشكل أو ربما بهذا الشكل بحيث تكون واضحة بالنسبة للمستخدم هذه جزئية الصلاحيات أوكي ونذهب على Tab Index طبعا كتاب Index وكتسمية للكائنات جدا مهمة أول شيء بالنسبة للTab Index هذه رح يأخذ عندنا صفر طبيعة الحال كتاب Index 1 ثم مع ذلك هذا رح يأخذ عندك 2 أوكي أوكي هذا رح يأخذ عندك 3 أربعة بالتسلسل طبعا Tab Index أوكي هنا طبعا لو تذهب في الأسفل رح يأخذ عندك هذا Tab Index 4 ثم مع ذلك لديك أيضا بالتسلسل 5 6 ثم 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 أوكي ثم مع ذلك آخر شيء رح يأخذ عندك الزر اللي هو 10 أما بالنسبة لهذه الأجزاء فهي طبعا ما رح يأخذها بنظر الاحتبار كTab Index يمكن تضيفها ما فيها مشكلة نحن انتهينا هنا في العشرة تستمر في عملية إضافة كل هذه Tab Index ممتاز كتسمية الكائناة طبعا أولا لديك هنا text box full name أوكي هنا لديك text box username هنا لديك text box password كلمة اسم المستخدم وهنا عندك الرول الأساسية أوكي هنا عندك text box secondary user secondary user يعني مستخدم ثانوي هنا لديك text box خاص في الفون وهنا لديك email ولديك ال address أوكي وهنا عندك هذا البطن رح نبدأ نسميه على أساس يكون لدينا save وليس add ثم على ذلك لديك الصلاحيات وجزئات الصلاحيات طبعا هي تأخذها كcheck box على كل واحد يعني check box 1 2 3 أو على اسم اسم هذي check box يعني نتخذ فات إجراء معين في ترميز معين بنسبة في ما يخص جزئية الصلاحيات ممتاز